أحسن الله إليك فضيلة الشيخ يقول السائل نرجو الرد على من يضعف حديث الافتراق ويقول هذا الحديث ضعيف متنًا وسندًا رد عليه أهل العلم أهل الحديث ردوا عليه وهذا موجود في تخريج الحديث فراجعوا راجعوا في كتب التخريج الحديث له روايات كثيرة ومتظافرة والحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقول فيها مطعن إلا من يريد أن يبقى المسلمون مختلفين ويقول حريت الرأي هذا قصدهم حريت الرأي وتجمعون الناس على قول واحد خلوا الناس إحرار في أقوالهم كل له رأي يعني ما نجمع الناس على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يسميها قول واحد قول الرسول قول واحد يعني عندهن الرسول وغيره سوى يسأل الله العافية فلا يلتفت إلى مثل هؤلاء ولا إلى نعيقهم أبدا إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة